أنا امرأة متزوجة رزقني الله البنات فقط ولم يرزقني الولد ليس لدي أولاد أنا قلت لزوجي ولازلت أدندن حول هذا الموضوع حتى كرهه الزوج قلت لزوجي أكتب لي نصف من يعني رزقك وخاصة من المنزل مخافة أن يموت الزوج ثم لعدم وجود الأولاد يرثني إخوانه ثم بعد ذلك يتردونني من البيت هل هذا الذي أفعله بإذن الله تبارك وتعالى جاء الشرعب هذا السؤال كثير ما يطرح حينما تجد المرأة نفسها لم ترزق بالولد أو الأب إذا رزق فقط البنات وعنده إخوان أي أعمام لأولئك البنات يخشى لو أغمض عينيه ورحل إلى ربه أن يقوم هؤلاء الأعمام بطرد البنات بها من المنزل من المنزل فهو يخاف على بناته من الضيعة هذا أمر موجود هذا أمر واقعي هذا أمر واقعي لأن المقصود أن الأعمام بإذن الله تبارك وتعالى ينبغي إن شاء الله قبل أن يكون لهم الحق في الإرث إذا مات هذا الأخ ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكونوا متكافلين مع هؤلاء البنات فالبنات أحوجوا إلى الرحمة من غيرهم خاصة إذا كنا لا يعملنا كما هي ظروفنا نحن بإذن الله تبارك وتعالى فالمجتمع المسلم كان لا يرضى أبدا أن يترك الفتاة وخاصة لليتيم بدون نفقة ينفق عليها العم أو الأخ أو الخان ولا تضطر أبدا لكي تمد يدها أو تخرج من البيت فتتعرض للإهانة هذا هو المجتمع المسلم هذا هو المسلم إذن هناك واجبات وهناك حقوق فأنت عندك الحق بإذن الله أن ترث أخاك إن شاء الله تبارك وإذا مات ولم يترك الولد لكن من واجبك أيضا هل لا تترك بنات إخواني هذا ربح البناتك لا تتركهم يتعرضون عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية للتشرد وللضياع هذا ربح ابنات خوك هذا أي قلوب بناتي قلوب قدت من صخر يخرج البنات بنات أخيه والعياذ بالله ويأخذ ذلك ويتركهن وهن عاجزات في هذا المجتمع الظالم على أن يحصلنا على لقمة العيش عوذوا بالله عوذوا بالله هذا هو الإطار الموجود الآن وهذه المسألة الموجودة والغالبة من الهواجس على نفوس الناس ولذلك يتصرفون هذا التصرف ويخافون على بناتهم فيقومون بتسجيل ذلك المنزل على البنات مخافة الأعمام أن يخرجوهم من البيت هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى لو سألت عادل عليها أو العالمون لك يقول لك الرجل إن شاء الله يتصرف في ماله في حياته كيف يشال أنه يملكه ولكن يكون ذلك بضوابط الضابط الأول أن لا يكون عياذا بالله اعتراضا على قسمة الله وأن لا يكون أيضا بدافع حرمان أصحاب الحقوق من حقهم فكأنه اعتراض على قسمة الله أيضا هذه هذا المسألة معروفة لأن الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى في عقيدته يوقن أن كل واحد رزقه في السماء ولن يموت أحد أبدا حتى يستكبل رزقه وعجله فلا تخف أبدا من أن يؤخذ رزقه هذه اللونة الثانية هو لا يعرف متى يموت ومن الذي يموت فإنك حينما تتصرف بهذا التصرف كأنك تقول أنا سأموت قبلهم إذن فأنت والعياذ بالله تتقول على الله بغير علم أنت لا تعرف إن شاء الله من الذي يموت أولا إذن هذه المسألة ليست بيدك عيش مطمئنا إلى ربك والثالثة بإذن الله تبارك وتعالى أن الإنسان بإذن الله لا يمكن أبدا إلا أن يفكر في مسألة عدالة الله تبارك وتعالى المطلقة وأن الله تعالى يمتحن ويبتلي كل واحد كل واحد إلا ويمتحن على قدر إيمانه فأنت امتحنت في هذه المسألة أن الله لم يعطيك الأولاد فبدل أن تطمئن إلى ربك أصبح هذا الهاجس قد ملأ على زوجته كل هذه الأمور ولذلك فيتضغط على زوجها اكتب لي اكتب لي اكتب لي وهو يخاف الله تبارك وتعالى فلا تكثيري عليه ذلك ولا تضطره لكي يتصرف التصرف إنه غير مقتنع به نجزكم بخير حفاظا على الأسرة حفاظا على المودة بينكما وهذا حفاظا على يقيننا في الله تبارك احنا مؤمنة احنا مؤمنة نحول ولا قوة إلا وإلا وعلى الله ولذلك لا تكثيري عليه ذلك ما دامه ومتيقنا إن شاء الله تعالى وعنده اليقين في الله سبحانه عز وجل ما تديريش على الشي والبنات بتاعك قلت يجيب لهم ربي الرزق دياله وشحان من البنت إن شاء الله ماتل والد انتحى ثم صارت بعده من الأغنياء تزوجت برجل غني رجل طيب جاءها رزق وأرزاق الله تعالى في خزائن المولى لا يطلع عليها أحد لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم فجزاكم الله خير وأحصى الله إليكم أما إذا كان الإنسان كما قلت يخاف على بناته إن شاء الله وليس له إلا البنات وهو يرى أن عمامه وحوش وقلوبهم قاسية والعياذ بالله وأنهم فعلا يمكن أن يصدروا من ذلك فالإنسان هذا دافعه إن شاء الله تبارك وتعالى دافع رحمته ببناته تجاه ما يراه من سوء تصرفات أقاربه الذين يمكن عياذا بالله في حالة موته ولكن دائما يبقى المسألة الأولى هي الأصل الله تعالى على وعلم تقول هذه الأخت أنا أدعو على ابنتي بالأمراض الفتاكة حينما أغضب من سوء تصرفاتها ثم بعد ذلك أندم يقول عليه الصلاة والسلام وجها دائما إرشاداته وتوجيهاته ونصائحه للآباء يقول لا تدعو على أبنائكم فقد تصادفون أبواب السماء مفتحة فيستجاب لكم فتهلكون أبنائكم ادعو لهم لا تدعو عليهم أنا أعرف أن هناك من كان يدعو على أبنائه فهوليك الأبناء أنا أعرف واحد السيد كان يدعو على أولاده ثلاثة كلهم شالهم العقل رجال يا أولي وأعرف جارا من جيراني كان يدعو لأبنائه فإذا بهم كلهم يصلحون ويفلحون الفرق واسمه أذا كان يدعو عليهم استعجل الدعاء عليهم فلابد أن يصادف دعاء الأب أبواب السماء مفتفيه لك وأبناء وقد هلك أهلك هم والكليسي خصوية يدعو لهم لا يستعجل الدعاء عليهم لا يجلزكم بالخير هذا أمر ينبغي إن شاء الله تبقى أن تعلموه ولقد ذكرت به مرارا وتكرارا تقول أنا أدعو عليها بالأمراض الفتاكة الله 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 وحينما يستجاب لك فتصاب ابنتك الوحيدة معك بالمرض الفتاك أنت التي ستتحملين إن شاء الله وزر هذا وأنت التي ستضيعين في ابنتك وأنت التي ستشقين في طلب الدواء لابنتك وربما تكوننا فقيرة وخاصة في بلاد المغرب حيث المنظومة الصحية مهترئة 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 إذن فعلك لا تعود إلى الدعاء على ابنتك دعي لها دعي لها دعي لها أقول الله يصلحك الله يكرمك الله يعلم قامك الله يحفظك عودوا ألسيناتكم على أن تدعوا دائما بالخير على أولادكم وأموالكم ودوابكم نحن النساء نقوم بتقطيع الشعر في عاشورة بدعوة أن هذا أمر جيد لأن هذه ثقافة شعبية منتشرة والغريب أن المرأة لا تستشير زوجها في هذا الأمر في مسألة قص الشعر في عاشورة عاشورة ومحرم الذي مضى هذه إن شاء الله تبارك وتعالى من جملة السلوكيات المنحرفة التي لا أصل لها في ديننا فكيف تربط مسألة عاشورة اللي هو محرم بقطع شعر المرأة لأن في ذلك مصالح تستفيدوا أية مصلحة تستفيدوا منها هل هو رزق سيأتي؟ الرزق رها إن شاء الله هل أجل سيؤخر؟ الأجل مكتوب واسمه واسمه سيرفع عنك البلاء؟ البلاء لا يرفعه بذلك البلاء يرفعه بالصالحات والدعاء فالدعاء والبلاء يعتلجان في السماء واسمه ما علاقة قطع الشعر بهذا؟ ما علاقة قطعه أو أنها تقول بإذن الله تبارك وتعالى أن قطع الشعر في عاشورة أمر جيد أمر جيد لماذا؟ للصحة قل هاتوا برهانكم إن كنت صادق أمر جيد لماذا؟ للرزق قل هاتوا برهانكم لمن؟ لعلاقتك مع زوجك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ليس هناك أي دليل أو أثار من علم تعتمد عليه النساء في هذا الأمر إلا الجهل والخرافة والشعوذة والغريب أنها تقول ونحن لا نستسيل الأزواج في هذه الأيام نقطع الشعر دون استشارة الأزواج وإذا كان الزوج يريد لزوجتي أن يكون شعرها طويلا وأنه يأنس بذلك فلماذا تقوم المرأة بهذا العمل دون استشارة الأزواج؟ معناه أن نحس الخين في صدره كما قال المصر البر حس الخلق والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس انتكرت احتل زوجك أن يطلع على هذه الممارسة فهذا هو الإثم الحقيقي لأنك لو كنت تقومين بأعمال البر لقمت به والناس ينظرون ولفتخرت بذلك ربما إذا نقص الإخلاص ربما من يفعل الخير يفعله هكذا ويعلن عنه ويبينه ليحظى بالحضوة عند الناس إذا لم يكن مخلصا لأنه بر أما الإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فكيف بمن تكره أن يطلع زوجها على هذا الفعل تقول هذه المرأة بسم الله الرحمن الرحيم أنا امرأة كنت مطلقة وتزوجت براجل متزوج وعلاقتي بزوجي علاقة جيدة جدا ولا أشكو من أي شيء ولكن عندي صراع دائم مع أمي التي تريد تطليقي منه بحجة أنه متزوج وعنده أولاد تقول إذا طلقت منه سيعوضن الله أحسن منه وإذا لم أنفذ كل ما تطلبه مني أنني عاق لها ولن ترضى عني ولن تكلمني وتخيرني بينها وبين زوجي بما تنصحني جزاك الله خيرا أريد أن أسمع هذا السؤال في قناة الياتوب من فضلك لكي يستفيد الجميع وأنا دائما منذ صغري بار بأمي ولا أريدها أن تغضب عني بسبب زواجي حتى إخوتي تقول لهم أن يطلقوا أزواجهم بمجرد أن يكونوا لا يمتفلون لأوامرها لأنها متسلطة ولكن الأمر تغير الآن نحن تحت أيدي أزواجنا ويجب أن نطيع أزواجنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذه الأم ظالمة 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 فأنت تزوجت على كتاب لي وسنت رسل برج المتزوج وهذا زواج شرعي وجزاك الله خيرا وأكرمك الله فعليك أن تبر زوجك وتحسين التبع لزوجك وحافظ على زواجك ولا تستمعي لأمك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وما دام زوجك يكرمك ويعينك ويساندك وتلجأين إليه إن شاء الله كالظل بإذن الله تبارك وتعالى فهذه المودة وهذه السكينة وهذه الرحمة التي وصان الله تعالى أن تسود بين الأزواج واسمعتي لا ينبغي أبدا أن تسمعي لأمك في هذا الأمر أما أن تخيرك عياذا بالله كنت تقولي أنا دائما في صراع مع أمي تريد أن تطلقني من زوجي بحجة أنه متزوج نعم متزوج وأنت متزوج شرع فقط لأنه متزوج تريد أن تطلقك منه لحق لها ظالمة 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 وتقول لي إذا طلقت منه سيعوضني الله أحسن منه من قال لك ذلك أتعلمين الغيب أتعلمين الغيب أنت تتألي على الله وتقولي على الله ما لا تعلمين اتق الله وتقول إذا لم أنفذ كل ما تطلبه مني فأنا عقا أنا عقا الآن عندك حق الزوج فالزوج هو أعظم الناس حقا عليك أما أمك قال لك فصاحبها بالمعروف فقط ولا ترد عليها وأحسني إليها لكن لا تطعيها في هذه المسألة فهي تريد تخريب عشك والعياذ بالله هذا عمل شيطاني لا ينبغي للمرأة أن تطع فيها أمها وتقول أنا لن أرضى عنك ولن أكلمك وتخيرني بيني وبين زوجي اختاري زوجك إذا كان الأمر هو أن تخيرك بين زوجك اختاري زوجك بإذن الله أقول والد أنتك خليها مع الوقت هو جزء من العلياج أحسني إليها لا تقاطعيها وصاحبه في الدنيا معروف كما قال الله تعالى لأن الله يقول وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلمه فلا تطعهما لا تطعهما إذا عمرك بالمعصية ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ننب إليه اتبع سبيل من كان مؤمنا يخاف الله أما الأم التي لا تخاف الله فلا تطعها في معصية الله بما تنصحني أنصحك بحسن التبع لزوجك وأن تحسني معاملة أمك ولا تردي عليها بإذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا